لله مراكش الحمراء من بلد وحبث أهلها السادات من سكن إن حلها نازح الأوطان مقترب أسلوه بالأنس عن حزن وعن وطن بين السماء بها أو العيان لها نشأ التحاسد بين العين والأذن الحومة القديمة حومة الرجال وإنسى الخيار الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين لبرار هذه حومة اشتهرت بعلماءها هذه حومة تكلموا عنها الفقهادية لها وهذه حومة دعصيتها بالفنانين اللي برزوا فيها الحومة القديمة ذكريات وعبار ومعاني مع أنس الملحوم عزيزي المسامعين طب صباحكم وأهلا وسهلا بحضرتكم لرابع حلقة كيخصصها برنامج الحومة القديمة لتناول جانب من ذاكرة تانش جرت بمدينة مراكش ولا تذكرته عزيزي المسامعين كنا في ثلاث حلقات سابقة في ضيافة الشاب المعلم أناس الغوات اللي كيت تعتبر من الجيل السادس اللي قال الغوات بمدينة مراكش هذا الأسرة اللي اعتنت بحرفة تانش جرت واللي البصمات ديالها في واحد المجموعة كبيرة من المعالم آآ بمدينة مراكش وخارجها وأكيد على أن الأسرة آآ يعني الذاكرة آآ ديالها حاول البرنامج أنه يتناول تانش جرت في بعض الأسماء لكن في هذه الحلقة أعزائي المستمعين سعيد باستضافة أحد أبناء هاته العائلة وأحد أبناء عائلة الغوات البررة اللي عاديين تناولوا معاها بتدقيق آآ وبتفصيل الأجيال ديال أسرة الغوات اللي آآ كانوا في المجال ديال آآ تانش جرت أضيفكم أعزائي المستمعين هو الأستاذ الجليل سيد عمر الغوات من مواليد مدينة مراكش سنة 1942 بالفترة البتدائية تنقل فيها بين مجموعة من المدارس الحرة والمدارس الرسمية حاصل على شهادة البكالوريا بمدينة الربط بالمدرسة النموذجية المصرية سنة 1963 وثلاثة وستين وسيلتحق فيما بعد بالمدرسة العليا للأستاذة بالربط سيقضي بها سلك الأول سنتين وسيعود إلى مسقة الرأس بمدينة مراكش بالضبط لكلية لغة وسيحصل إدك بها على شهادة الإجازة سيعمل أستاذا للغة العربية بمدينة الضربضة بمدينة الضربضة بثنوية مولي عبد الله ثم بتنوية ابن عبد بمدينة مراكش ومجال الطربوي يعني عديف ضيبه على أنه يمشي المجال الإرشاد الطربوي ثم سيصل إلى مرحلة التفتيش كمفتيش ثم كمسؤول بالمصلحة الطربوية بنيابة مراكش سدي عمر الغوات الأستاذ الجليل عنده اهتمامات طربوية لكن على هامشها كانت مجموعة من الاهتمامات الفنية وثقافية والجمعوية فهو من ضمن الأعضاء الناشطين بجمعية كوميديا وكذلك الجمعية الرائدة في المجال المسرحي وكذلك من الأعضاء الناشطين بالاتحاد الوطني اللي طلبت المغريد من المتهممين بالمجال الجمعوي ومن الناس اللي يعني اخدى واحد الجزء غير يسير من العمر دياله فاعلا جمعويا ولازال إلى حدود الآن اللي يطوله في العمر كان الكاتب العام بجمعية العمل الجمعية بالنيابة التعليم تابعة نيابة التعليم من دون نهاية التسعينية القرن المضحتة لسنة الفين وزوج والتحق بجمعية المتقاعدين متقاعدين التعليم من كعضو المكتب من سنة الفين وزوج لكن ابتداء من سنة الفين وثمانية سيتطلع بمهم تدبير رئاسة هذه الجمعية النشيطة جدا وكذلك عنده نشاط اجتماعي اهم جدا بمبرة محمد الخامس منذ سنة الف وتسعمية وسبعة وستين إلى الآن كان في إحدى فتراتها رئيسا بهذه المبرة اللي عندها واحد دور اجتماعي هام وهم جدا في باقي الفترات من غير كونو كان رئيس كان عضو بالمكتب المدبير لشؤون المبرة سدي عمر الغوات على كثرة انشغالاتيه كرئيس لجمعية المتقاعدين بطبيعة الحلقة نشكرك اهلا وسهلا بك على اثير اداعة مراكوش صباحك سعيد سي عمر الغوات شكرا لكم على تلبيات دعوات البرنامج وهذه حلقة رابعة من تنجرت عادي تكون معكم فيها واحد النوع من التوتيق لذاكرة المعلمين دي الآل الغوات مرحبا بك سيد عمر شكرا لسدي اناس وفي واقع هذا شرف كبير لي أن أحضر مع سدي اناس لنتحدث على قضية مهمة جدا وهي قضية المهن والمعلمين لأن هؤلاء في الواقع تكونوا وتيمثلوا واحد تاريخ اللي يخصنا ما ننسوش وسدي اناس أعتقد هذا الهم اللي يحامل هو في الواقع هم وطني لأن باعتزازنا بأسارنا وبمعلمينا سنعتزو بمدينتنا وسنعتزو بمغربنا وعندما لنعتزو بمدينتنا وبمغربنا وأسارنا فسنكون وقد فقدنا الشيء الكثير صحيح صحيح في إطار توتق لهذه الذاكرة اللي تحدثت عليها المتتبعين ويعني الأخصائين في الأنتروبولوجيا الذاكرة النائمة اللي للأسف الشديد هي تغيب بغياب حاملها البرنامج كيسعى يعني بتواضع شديد على أنه يتق ما تبقى من هذه الذاكرة حيث تحدثت على الغوات هذه أسرار تبطت بمدينة مراكوش بمجال تنجرت إلا ممكن نبدو مع الأصول الأولى الأسراق بالما تجي المدينة مراكوش يعني في حدود يعني المعلومات اللي عندكم زدي عمر إلا ممكن تكلموا على الروافد الأولى الأسراق بالما تجي المدينة مراكوش وأظن بأن هذه من الحقائق اللي ربما تتمس جميع الفئات وزميع الناس داخل بلادنا وطبا ما حتى داخل بلدنا أخرى نعم أن الأسار تكون مستقرة في مكان ما وتنتقلوا إلى مكان آخر نعم فبالنسبة لعائلة الغوات الإخوان من العائلة اللي عندهم بعض المعلومات واللي سمعوا على أجدادهم تقولوا بأنه هذا الاستقرار الأول أنهم هاد الناس ديال يعني استقروا الشمال ما جاءوا من الأندلس نعم ثم يعني انتقلوا الدكالة ومن الدكالة إلى مدينة مراكوش وملاحظ بش نقولوا بأن هاد النوع ديال النوع ديال توزيع ديال العائلات داخل المغرية مغروف نعم فمثلا بالنسبة لعائلة ديالنا تلقاوا الغوات فامزميز تلقاوا فزمور تلقاوا في جديدة تلقاوا في فاس تلقاوا في سلطات إذن معناه أن هذه عائلة آئلات كانت تنتمي إلى قبائل معينة ثم يعني توزعت في المغرب وهذا مثال فقط وإلا فغد يلقوا بالرداء غد يلقوا بزاف ديال العائلات اللي موجودين في المغرب كل نعم حتى نتحدثو على هاد الأصول الأولى تنتحدثو احنا على نهاية الثامن عشر وبداية التاسع عشر نعم بمعنى ألف وسبعمية ويعني نهاية هاد القرن الثامن عشر يعني الماجئ ديال الأسرة إلى مدينة مراكوش مدواعي لكونها مهتمة بتان شرط بالنسبة للقضية ديال الهيجارات ديال الأسرة معروفة كيف قلت نعم فهذا الأسرة باش نقوله بالضبط يعني لاش اللي انتقلت من جديدة أو من دكالة المراكش بالضبط ما غادين ولكن كان واحد المؤشيرات اللي تتبين بأنه يمكن كان شيء أسباب اللي يمكن جعلتها تنتقل لأنها الجد الأعلال اللي هو سعر للهوات هوات جاء مع أولادو نعم أختو نعم المراكش وهذه الناس جاءوا وهما حاملين هذا الفيلم ديال تنشجعت نعم إذن كيف انتقلوا واشكينا ضروف شهالتهم أنه واشكينا هجرات اللي معروفة في المغرب اللي دعات إما بسبب أمراض ولا إما بسبب ضغوطات هذا وربما مدينة يعني مراكش كعاصمة يعني قديمة جدا بإرتها وبتاريخها ربما كتجلب دائما الأدباء والشعاراء والمعلمين والتجار فأكيد ربما تكون هي مصدر إجابهم هذا صحيح أنه تقولوا عنش المراكسيين مشجمين نعم تيمشون إلى بلاد وتيمسجموا على آخرين نعم سعب الله إبراهيم الله يرحمه رحمه يقول بأنه كان تسألين له هذا السؤال ويقول لك إنه شيء طبيعي واحد مدينة دازد عليها عاصمة الإمبراطورية هذا المغرب كله موجود فيها صحيح يعني وكان هذا المجائي ديالهم تحكي لنا السعب الرحمة للغوات بأنه دازو على سيد الزوين وكان سيد الزوين مازال في الحياة بمعنى هذا الجد الأول سعلا للغوات جيب معاها ربعا ديال لولادة دياله كله هما سي عمار وسي محمد وسي عبد القادر وسي عبد الرحمة نعم فطلبونه بأنه يدعي له مولدته نعم فإذا على كله هذا الدعاء دائما له قيمته نعم ونطلبه أن يستمر في جاليه جانب الروحي فيه والنفسي عنده واحد قوة كبيرة إذا استقروا في مراكش وخصوص في دربتي الزوين وفي هذا الفترة اللي استقروا فيه كانت ستينيات البشر قريبا موحادي ستينيات البشر هادي تكون هذا الفترة بقي ستينيات مازال ما تبنات مازال ما كينا نعم أشكان تقولوا بأنه هو ديال كان ديال الولاد القرطبي وبأنه القلاوي عوض لهم ديال مكان مكان أخار فيها تبنات الله أعلم هذه معلوماته وراء يمكن لقوها في مصدر أخرى إن شاء الله نعم بمعنى سعلا للغوات مع ولدته ويستقروا في هذه البلاصة فين كيندربتي زكاري وإذا كيتذكر السادة المسامعين أنت يتكلم سي أنس لغوات في الحلقة لدهز على أنه المكان تماما كانت فاضل المرحلة عبارة على نويل يعني ماشي ماشي دور ماشي دريبة قائمة قائمة الدت يعني الأسرة الآن يعني حسب عبارة واحد البحث أمامي قمت بها سدي عمر فيتوها إلى أجيال في انتظر أنه تكمل الشجرة بالتواريخ ديال هات الميلاد كان بحال المحيط عندنا فقط في الدوديات أنه كان ناس اللي عندهم الماشية واللي كانوا هذيك الماشية ديالهم تخرجها من الضيور ديالهم وتيديوها تسرح وتيكون واحد سرح يعني مخصص اللي تقوم بهذا عملية ولا مشي تلدربتيسكوانين كان وحسي تيبيع لقامة كان واحد اللي في الدورة اللي بي تغذي المماثين ولا غذي سداب لازيز كان واحد حويني تصغير وحسي تكن تيبيع لقامة كان هذا كوالسرح ديال الأسرة لا مشي السرح ديال الأسرة تيجمع الأبقاء الأبقار ديال هذيك الناس كلهم وتيديوها تسرح وباش ترجع نتنى احنا بالنسبة الوليد اللي يرحمه يعني الموت أخير كان عنده الدار وعنده الرواح هذا الدار نعم وكان دار أخرى وكان دار شي ثلاثة ديور الأربعة وتقريبا فهذا كدر برا مجموعين كله وما نعم وإذن في الفترة الأولى المحيط كان بدوي ولكن كانت دور نعم كانت دور في هذه الفترة وهذه تسعد رحمه الغوة جد سي أنس نعم وندزل الأجيال الأجيال يعني أنا بيت هنا نعود نضيف حتى البداية القرى العشرين وعندنا مثلا واحد المجموعة من الدروبة اللي كانت تعرفت بإسم درب الدولة اللي كانوا فيها الناس تيجيوا يشريوا الحليب من إحدى الدور اللي كانوا فيها الأبقار وما شابه نعم 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 الجيل الأول بالنسبة للجيل الأول كان واحد العالم في المواقع الفنان الكبير هو سديمو تنسميه سديمو سديمو تكلم عليه سي أنس لهوت سديمو هذا أدراجه في واقع كان فنان وكان مبدع وفي الواقع ينجز واحد المجموعة دي الأعمال منها في دار الباهية وبعد القصور فإذن هذا المعلم كان متميز فهذه المعلمين دي الأنجزارت فيهم في الواقع سينفان سينف تيرسم على القارة تقبت القارة وتيرسم الزواق يرشم وشي تيبدأ القارة نعم منهم هذا سديمو ومن الإبداع هذا سديمو أنه كيف قلت لسي أنس أنه كان واحد النوع دي التنافس بين المدن في مأخص هذا الجانب وكان صيب شيء خدمة ونضع بعض المدن وخسروا عليه نعم في الباهية في الباهية فهو رفض أنه يكمل الخدمة يكمل الخدمة واللي يزيد هو أنه هادوك الناس المكنسيين والفاسيين يحاولوا نعم هاديك الخدمة اللي خسرت يصيبوها وما قدروش نعم وبقيت هكاك محطوطة حتى والطلاب والرغير يسديمو والهدايا يعني الكثيرة باستردائها باشي يمكن يرجع يصيب الخدمة وفعلا رجع وصيبها وصيبها أفضل وأجمل من الوضع كيف كانت نعم إذن هذا هو المعلم سديمو اللي في الواقع طبع العائلة بدك الفنية ديلته وبدك الإبداع ديله نعم إذن هذا هو الجيل الأول تقولوا عادة على أنه الأجيال تتطور بمعنى الجيل الثاني من المفترض أن نقف معه على حرفية أكثر دقة وعالية مع الجيل الثاني اللي فيه سي عباس و سي محمد و سي العربي سي العربي نبقى معك مع الجيل الثاني سي داوم شيء طبيعي لا تدام التراكمات نعم لا تتراكم الخبرة ولكن تبقى دائما الفنان أكيد و مو بديع مو بديع هذك العطاء تصيد يربي نعم صحيح إذن نجيه الجيل الثاني اللي فيه بس الغوات و سي محمد الغوات و سي العربي الغوات هذي الناس اللي خدموا في دار القلاوي ماشي سنة أو لا سنة أو لا سنتين يخدموك اللي خدمت ما عشرين سنة نعم والاكتر هو خدام في دار القلاوي تي ينجز هذك التحف اللي ربما فعلا تحف باهرة نعم وتستحق يعني أن الناس يعرفوها و يدرسوها نعم و يدرسوها لأنه كان القلاوي عنده واحد الحيث الجمالي نعم وهو دائما يطلب المعلمين أنه يخلي العين تسلاح نعم ما يكترش بالزواق نعم لا القباصة ولا النجارة فإذن معنا أنه كان واحد نوع ديال تجيل للمعلمين كيف كان تجيه اسمه حيث نجول الداري محمد الخامس اللي تلاحظو في هذه الداري محمد الخامس رحمه الله كان الإبداء و كانت تجيل لم ترف المعلمين حسن الثاني و كانوا سمعلمين رقائق ما زال تنصر على ذكر هذك المعلمين بالكريم و سمع المعلمين هذ النس سعب 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 هو العم ديالك سعب و هذو كله ده أمي نعم سمحمد و سير العربي نق الجيل الثاني سعب باس مع سمحمد مع السير العربي عندهم بسمة يعني بسمة كبيرة لدرجة أنه آآ بيكون واحد الظاهر اللي آآ بيكون خصيصاً لهم و فيه واحد نوع من العناية لهم و يعني تسر أموراتهم أظن أنه هذا الظاهر كيف حدود علمي تخرى عندكم أسدي عمر اللي آآ فيه التوقيع ديالسلطان مولي عبد الحفيد نعم هذ القضية لأنه هذ الناس بالواقع يعني معالم كبيرة اللي بحال القصور القصور ديالالباية آآ خدموا كذلك في تلوات خدموا في الشتينية آآ ديالالقلاوي آآ للمجتمع وللمخزن كرم هذ الناس بإشارات مهمة نعم فبالنسبة للمجتمع كانت واحد المقهولة التقال هلاشي واحد اللي يمشى وقاد وشي ما حل تيشوف فيه ونسرسوا نعم تيقولوا بحالي بحركة جديدة من الخدمة ديالدار الغوات هذا جانب الاجتماعي وكان جانب اللي هو مقداني وهو آآ الظاهر اللي آآ 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 هذا الأسرة مولي الحسن الحسن الأول والضاهر اللي عود أعطاه مولي حفظ آآ آآ اللي في الواقع كان فيه كدلك اسميث ديال الوليد وهذا الظاهر في الواقع آآ تخر عندي وهو بصراحة يبين التقدير والاحترام اللي تيناله هاد الناس المعلمين بصفة عامة ومنهم هاد الأسرة ديال الغوات نعم إن هذا هو الجيل الجيل الثاني نعم يعني هذا الجيل الثاني إلا بنا نقف عليه عنده كيف قلتو بصماف القصور الملاكية عنده عنده فضور فضور الأعيان هاد يفضي بنا هاد يفضي بنا لجيل الثالث اللي كيف تتفيئوه فيها يعني سيد عبد الرحمن آآ الغوات اللي هو الجد ديال الثانيس الغوات اللي كان نضيف الحلقات والسي إحسان سي أنس اللي كان نضيف الحلقات اللي مضاد والسي حمد اللي كانوا تيكنيون المراكشيين بقزبور كل ما بحق هذا الجيل الثالث بالنسبة للجيل الثلاث هو أولاً بالنسبة للمعلم عبد الرحمن الغوات هذا هو من المعلمين القبار لأنه قدموا مجموعة الأمال التي في الواقع خصوصاً في داريح محمد محمد الخامس ويقول لي كيف قلت لسي آيناس أنه كانت يخدم مجرد أنه رأى معلمتي صاحب القائلة كان فنان يبدأ وقلت لي واحد القصة أنني عاشتها معاه نعم أنت في 63 تلقى في المدرسة الأساتي وكان بيت عندي واحد النهار جاف في تسعوة الليل هو يقول لي ها سي عمره بيت النعسة نرى معيان قلت لي وقال معلم المهم انعس في 11 الليل فاق تقول لي آسي عمر هتين واحد القلم ورقة جال إلهام جال إلهام جال ذاك شيء لأنه طلبوا منه يدير واحد النموذج ديال وصل من بر ولا ذاك الخلفية في انتقوا المالك حسن تاني الله يرحمه فذيك سعى نزل الوحي نزل الإلهام ونعس يدن السعب أحمان وراخ دامي كثير في واقع دارها وكذلك سي عمد القتبور أخدم في دور ديال الخلفان اللي كان هو التهوى ببساطته يعني إنسان اللي آآ أفوي آآ أفوي إذا درس أنه أنا قلت لي الحاج سي أناس بأنه واحد مرة كان خدم نقيم وكانوا يكسعى الوطني ويقولوا ليه المعلم المقالسة يقولون ليه سيد الله يزيوه وما يقولون هذين الناس يقولون الحق بيت وتشدهم هم منهم الله يرحمه اليدين المهم جرأة لتكلم عن الوطنيين تماما هذا الجيل الثالث هم الأسماء التي فيها سيدة عمر الهوات هي تماما سيدة عبد الرحمن والسيدة الحمد للهوات هذا تصنيف طبعا يمكن هناك تداخل الأجيال ولكن على الأقل كان هذه الخطوط نعم نمشي للجيل الرابع الجيل الرابع فيها مجموعة آخرى من المعلمين سيدة عبد الله ولد سيدة باس فيه كذلك سيدة عبد الله ولسي محمد فيه سي حسن بن سيعب السلام فيه سي محمد بن محمد يمكن هدوما الأسماء ولا فالك لي بقي واحد لا بالنسبة لهذا القناة كان سي سي حمد بن محمود قلنا على كل هذه الأجيال فيهم كيف قلنا سي عبد الله بالله بس الغوات والله يطول عمره وباقي في الحياة ولكن أسف شديد توقف على هذا العمل الذي يجعره نعم وعنك سي عبد الله بن محمد الله يرحمه وسي محمد بن محمد وسي حمد بن حمود اللي تنقول هدو كانوا سكن في ريضة عروس نعم وسكن في ريضة عروس وسكن في ريضة عروس يعني لأنه المعلم دياله هدو سي حسن هو السي حمد قصبور إذ انت تطلق بعض المرة تيبلك بأنه كانوا واحدة سلسل أكيد لا في الأبناء ولا في المعلمين ومتعلمين نعم لأنه الأبناء تي كبرو فوست أجواء لي في هذه الحرفة وتيكونوا متعلمين منذ الصغر تيشدوا صناعه أي فعلا فعلا نعم لأن هذا هو الجيل وهذا الجيل توقف أنه يقدم خدمات اللي هي في الواقع لهذا الفن ديالنجارة يشكرون عليه شكونا في الأسماء من المعلمين اللي كان عنده يعني واحد الملاجهة مع البشر القلاوي يه هذا القضية مهمة وتتبين بأنه بعد المرات أن المعلم ربما أحيانا تؤدي التمن في زرعته بزرعته نعم أو لا بعمله أو لا من طرف منافسه أي حسد بالأسس الحسد نعم نعم سعب دستار المصور المصور نعم كان وقع شيء سوء تفاهم بين القلاوي وبين سعب بس الغوات القلاوي أمام هذا سوء التفاهم بحال لا تجم أو نهر سعب بس الغوات نعم فالسعب بس الغوات ما تحملش ما تحملش ما تحملش ما تحملش لأنه أحيانا الإنسان في موقف المواقف أمام سلطة أو أمامها يعني تكبرت ذلك الشيء وتدخلون نفسه فترتب عليها شلال شلال اللي استمر ثلاثين سنة وبالنسبة لهذه الوضعيات دي لهذه المعلم بقى ولده بارين به نعم الحاج محمد والحاج عبد الله والحاج عبد الكبير والسع عمر الغوات بقى وبارين به بحيطه ما كانش المعلم في هذه الوضعية وما كانش يمكن لهم يخوضوا شيء قرار دي الزواج ولا دي الزواج ولا دي الزواج ولا دي الزواج إذا ما أدلهم المعلم إذا المعلم تيبقى دائما هو المعلم وهذا التربية الحسنة نعم هذا من ضمن المسائل اللي كان حدثت بين القلاوي وبين السعب بس الغوات الله يرحمه نعم نمشو للجيل الخامس أو بقية معطيات في الجيل الرابع بالنسبة للجيل الخامس عندنا فيه الساعد الحي بن حمد الغوات اللي هو الساقزبور نعم والذي بقي نسجار وعنده المكانة ديلته كان عنده المكانة ديلته ولكن الآن عنده غير الحمد ديله وعندنا واحد رجل آخر طفال الله مؤخرا الساحمد بن عبد الرحمن الغوات اللي كانت عنده مساهمات وقيمة في السجيد الحسن الثاني وفي دور وشياء يعني أماكن عديدة الساحمد الغوات كان متميز كان متميز دهوة والسي محمد بن عبد الرحمن والسي محمد خوه نعم والسي محمد اللي بقي يعني في الواقع يعني رغم أنه أستاذ ولكن ما بغاش هذه الصنعة الضيء وبقي مشبر فيها وبقي تايد هي الأعمال يدن الساحمد الغوات اللي يرحمه أنا أعطال كثير ولا أخلى السياة ناس وخلى السياحسان أنا في الواقع أخلى يعني ناس اللي يمكن يستمروا في النهوض من هذا الفن إن شاء الله وبطبعة الحال أنا كدت دفع أبينا على أننا نمشي للجيل السادس اللي فيه يعني شباب 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 أبناء الأحفاد اللي فيه يأتيهم فيهم أنس الغوات اللي كان نضيف البرنامج في الحلقة اللي مضت وكذلك الأخ دياله إحسان هدو ولاد سعد رحمن هدو ولاد سعد رحمن هدو ولاد سعد رحمن ثم حليم بن عمر بن عمر الغوات هذا ماشي كان نشجر ولكن هدو الوليد هدو أخذ هدو أصناعه وغادي فيها وغادي فيها بتفوق ولكن أنا أعتقد بأن استحسان والسيئة نس خدوا واحد الخط اللي هو مهم نعم أنه دخلوا للغفة ديالصناعة التقليدية إن الإنسان در واحد المكان اللي يمكن يشوفه ماشي خير ناس ديال المراكش يشوفه العالم ومتتجوله كذلك في شتابقه على العالم غادي ديك السعارة إنه متي تسأله وهدك تسأله للناس تتخليه في الواقع أن هذه العيلة تذكر وتذكر الأعمال دياله وربما هدو الجيل للخاميس والساديس هم الوالتة ديال أسرار هدو الفنية ديال هدو العائلان أنا نفكر باسم كذلك هشام بن عبدالله. هشام بن عبدالله كان كذلك في هذا الإقطار ولكن توفى الله توه. نعم نعم. الآن تحدثنا تبارك الله على من الجد الأول سي علل ومشينا لسديم وحلقنا عبر مجموعة أجيال. الآن يعني يعني ديك تشوف ديال واحد الإنسان تشوف هاد الأسرة من بعيد ومقال الحرفة شأنها شأن باقي الحرف. رؤيتك الحرفة ديال تنجرت في مدينة مركش. واش ممكن الإنسان يتفاعل لأن الأسرة يعني واحد الأجيال كبيرة تبارك الله كانت في المجال. واش ممكن الآن الأبناء اللي كانين ولدتهم. واش ممكن يمشوف المجال بواحد الشجاعة وبواحد العزة كبيرة. ولكن إكرهات كبيرة بنية ويصعب الإنسان أنه يغامر فيها. على كل هذا موضوع يعني مهم جدا. وهو أن الحفاظ على المهان كلها. هو واحدة مسؤولية ديت الجامع. نعم. فيها الأسار فيها الدولة فيها الغوراف. نعم. فإنه هذا إيرث أولا. نعم. وهو واحدة مظهر حضاري. أكيد. خلهنا أجددنا حيث ندخل إلى هذه القصور وتنشوفوا هذه الأعمال. راه في الواقع ما يبلك؟ ما هو المستوى الجمالي؟ المستوى التقافي؟ المستوى حتى الديني؟ فكل الأمال تتصب. فأولا في واحدة الحضارة معينة. وحتى تتصب كذلك أو تغتاره من واحدة الدين. أو تغتاره في قيمه. فما كينش تزيد ولكن كين الجمال. نعم. الجمال كين. فكين في الواقع أنه هذه مسؤولية ديال الجامع. وكيف قالت الناس أنه الحفاظ عليها والاعتزاز بها. ضروري واجب واجب واجب. أعتززنا بمدينتنا. أعتززنا ببلدنا. وهذه المسؤولية وهذه الهم اللي تحمس ديالة الناس. الله يزيده بخير. نعم. راه في الواقع تقوم بواحدة أعمال له وجبار كيف قالت هو أعمال اللي يحمد عليه. الله يجزك بالخير. بارك الله وفكاز ديالة عمر. ده غادي تسألوا الأجيال المقبلة غادي تسألوا على هذا الأمان. نعم. شكونوا ماليها. لأسال ولما قولوا سنكون نحن في الواقع ارتكبنا واحدة الخاطئ. نعم. فإن سيانس لقد لموقف الله يزيده بخير. ما بغيتش يعني نختمو هذه الجلسة لممتع جدا. بلا من بلا من نتكلمو على واحد الأسرة. اللي هي كذلك عطات فطنجات وكانت مرتبطة بأسرة الغوات وهي أسرة العصامي. الأب والأبناء. فهذه واحد الأسرة كذلك خلت بصمته. والتالي مؤخرا مساء عبدالله عصامي زودني بصورة الأخ دياله بستينية. كان من ضمن المتعلمين هو والأخوت ولا الأب ديالهم. فكليما على أسرة العصامي اللي كانت مرتبطة بأسرة الغوات وتتلمدوا عليكم وتتلمدوا على الأجداد ديالكم. حتى أعطونا هذه المعلمين من هذه الطينة العالية. إذا في الواقع هذه الأسرة دياله عصامي نستعود الله عصامي هي أسرة في الواقع تتعتبر من الفروع ديال الأسرة دياله الغوات. هاللغوات. لأنه لأنه بهم تربى هذا الغوات والتعلم الصناعة هذا الغوات وأصبح مبدعا وأصبح أبنائه مبدعين أيضا. لأنه كان واحد المعلم مات الله يرحمه خوص صعب الله المعلم الفضيل. هذا كان من ذوق الفنان الكبار وكان مشير الفنان في موسيقى وكل شيء. وصي المحجوب والسعبد الله وسلم محمد كلهم في الواقع أخذوا هذه الصناعة. وكان هذه الارتباط تدل على شيء واحد. ولكن هاد الناس حي تجاهد الإصامي الأب يعني اهتموا به وزوجوا. كان متعلم عندهم. كان متعلم وخد صناعة. وبقوا هاد الناس ديال العصامي دائما تيدكروا هذا الخير وتيدكروا هذا الفضل. وتتنيو التناء الكبير على عائلات الغوة. الغوة. وهنا في الواقع الشرطي وعلى الإشارة بصراحة كان عائلات كثيرة. آآ لي يعني قدمات الكثير في في مساء النجارة. نحن العائلات الصغير. آآ السعبد القادر والبنقاشا. واحد المجموعة هذه الناس. احنا هادو كنات دائما تهي كانوا تيدكرونا بادل الأسماء. إذا بقيت إلاد جديد من الموسين. غطلق واحد الحان يتحدى البومبا. هادك السعبد القادر والبنقاشا تهو من الفنانين. واحد هاد الناس تهوما في الواقع يدخلو لهذه الوثيقة. نعم. لأنه هما كانوا وخاقوا الواحد عنده محلو وعنده خدمته. ولكن كانوا مترابطين. كانوا متوددين. نعم. هدا من دين الحقائق اللي يعني اسمعناها عند ذلك المعلمين. دوننا الكبير. وقول لسدي الناس انه في الواقع وخاقك ماشي كل شيء يختار انه يكون شجار. نعم. انت في لحظة ملاحظات كنت بتي تدير الميكانيك. وخاق كبرتي فتان شجرت الا انه التعليم سرقك. ايا فعلا كان في الواقع فرصة اخرى. لانه هي يعني ربما مهنة واحدة. لانها مهنة ديال التربية ومنها ديال التعليم. سواء النجارة او التعليم لانه في الجانب اللي هو صناعي ومهني وفي الجانب اللي هو فني والمعرفي. اكيد اكيد. من يكون البرنامج. اه تقدم واحد الخدمة متواضعة. في اه توتيقي. جانب من هاد الدكرة اللي اكيد اكيد اكيد. هي غنية وغنية جدا. ولا يمكن لحلقات او لحلقة وسلسلات انها توتق وتجمع وتقول بانه جمعت. اكيد ما هو الا يعني اه نقطة في واحد البحر كبير. لان انا فصت واحد المدينة بحمولة تاريخية وافنية وتقافية وسياسية. يعني عالية شأن والقدر. ما بقى لي اعيزين المستمعين الا نودعكم. نخليك مع كلمة اخيرة اه سدي عمر. انا انتمنى نكون سؤولت لاسئلة وما بقيتش. ماشي حويجة اللي ما لما تحدثناش فيها. لا شكرا لسي دي اناس. ويعتبر نفسه بانه هاد الامل اللي تقوم به. غادي يذكرون له التاريخ. اللهي برك فيك اه سدي عمر. شكرا جزيلا. اه ما بقى لي اعيزين المستمعين الا نودعكم على امل. اه لقياكم بحول الله. بعد اخبار ساعة تانية عشر من خلال برنامج. اه خزانة المشاهير. الى ذلكم الحين. هذا انس الملحوني من وراء الميكروفون في الاعداد والتقديم. كي يحييكم. لكم مني كل الحب. الى اللقاء. اشتركوا في القناة. موسيقى اشتركوا في القناة. 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 وهذه حومة دعصتها بالفنانين لبرزو فيها الحومة القديمة ذكريات عبار ومعاني مع أنسلم الحومة